بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم رح نتعرف فيه على نبتة برية تنمو في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وهي نبتة العنصل أو بصلة العنصل كما هو واضح بالصورة من أهمية الموضوع لأنه هو نبات سام يصنع منه العديد من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان ومشاكل المفاصل لبصل العنصل الكثير من الأسماء كبصل الفأر وقد سمي بصل الفأر لأنه يقتل الفأر وبصل البحر وبصل فرعون وبصل الخنزير بلغة أهل المغرب وعند العامة يسمى البصيلة ويستعمله سكان البادية لطرد وقتل الفئران من محاصيلهم الزراعية نظرا لفعاليته القوية في القضاء على الفئران ولبصل العنصل قيمة غذائية عالية لذلك يتم استخراج السم منه بطريقة يشرف عليها طبيا ويتم استخدامه لعلاج العديد من الأمراض سنأتي على ذكرها لاحقا إلا أن استعمال بصل العنصل بطريقة عشوائية له أضرار خطيرة على صحة الجسم واستعمال البصيلة في الطب يعد خطيرا لذلك يجب الحذر عند استعماله وينصح بعدم استعماله إلا من طرف المتقصصين تظهر النبتة في بداية الخريف بظهور ساق بصلي رفيع وعليه أزهار تتعدد ألوانه حسب النوع من الأصفر إلى الأبيض والوردي وتفضل بصيلتها ذات القشرة الحمراء وهي التي تنمو في شمال إفريقيا وتجمع هذه البصلات عادة بعد الأمطار الأولى لتصدر إلى أوروبا إذا وضعت البصيلة على البشرة فإن هذه البشرة تتنقط وحين تقطع قطعا رقيقة وتيبس وتجفف تصنع منها محلولات وخمور أو تقدم للمريض على هيئة مسحوق نظرا لخصائصها المدرة للبول والمنشطة للقلب تجدر الإشارة أن البدو في صحراء سيناء والنقب يسمونه الباصول ويستخدمونه كعلامة تفصل وتحد الحدود بين أراضيهم وأملاكهم نظرا لأنه يمد جذوره بعيدا عن الأرض رأس الباصول يشبه رأس البصل لكنه أكبر حجما ولا يمتد بعيدا داخل الأرض وأوراقه سامة جدا وهي خضراء وتصبح صالحة لمأكل الحيوانات عندما تجف يعتبر مفيدا من نواحي طبية ومعروف في عالم الطب والصيدلة إذ تفرز براعمه رحيقا عسليا كذلك يستخلص من النبات العديد من الأدوية مثل المسهلات ويقوي عضلات القلب ويساعد في منع التقيق طريقة عمل محلول بصل العنصل سنوضح طريقة عمل محلول بصل العنصل إضافة إلى الأمراض التي يعالجها مكونات المحلول مكونين هو البصل والخل التفاح 200 جرام من بصل العنصل للترين من خل التفاح والطريقة يقطع بصل العنصل إلى قطع صغيرة ثم يوضع في الخل في وعاء زجاجي محكم الإغلاق ويترك هذا الخليط يتعرض للشمس مدة 60 يوما شهرين تقريبا بعد ذلك يصبح المحلول جاهز يستعمل كدهان وشرب لعلاج الأمراض التالية البواسير، الحكة، الشقوق، وجع الرجلين، تجفيف القروح، جلاء البصر، اليرقان، مشاكل المعدة، منع السموم، شد الأسنان، اللفة المريضة، انتان الجروح، البلغم، الصداع والصداع النصفي الشقيقة، ألم الأسنان، ألم الأذن، فتح السمع والنقرص، وعرق النساء كتدليك وشرب المفاصل، أيضا بول الدم، وعسر البول، والحصى، والاستسقاء، والإعياء، الربو، ضيق التنفس، وألم الصدر والجرعة المحددة لشرب محلول بصل العنصل يصفها المختص بعد الإشراف على الحالة فلا يمكن وصف جرعة محددة عامة لأن الحالة تختلف من شخص لآخر ويجب إشراف مختص عليها أو إشراف طبي طبعا بالنسبة لدهن المحلول، فيمكن دهنه إن لم تحدث لبشرتك أي حساسية طبعا المكونات عبارة عن 200 جرام بصل ولترين خل، يعني ممكن استعمال 100 جرام بصل عنصل ولتر خل النصف بالنصف حبيبنا، إن شاء الله يكون الموضوع عجبكم، وإذا في أي استفسار أو مقترح وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا، ومنرحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما الجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته